تعالوا بقى نروح للفريق الأول لكرة القدم ونعرف حضراتكم آخر الأخبار وآخر المستجدات إنبارح الأهلي استقنف تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية اللي حصل عليها كل اللعيبة لمدة 48 ساعة طبعا بعد مباراة الترجي تونسي استعدادا ليوم الجمعة الجاي إن شاء الله اللقاء المرتقب في إياب دور نصف النهائي لبطول الدوري أبطال إفريقيا مستر كولر عمل محاضرة فنية لكل اللعيبة قبل انتلاق المران الجماعي وقبلها كان فيه اجتماع برضو ما بينهم وبين الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة واللي أكد على ضرورة غلق صفحة مباراة الزهاب والتركيز في لقاء العودة أمام الترجي التمرين ابتدأ بتدريبات استشفائية وبدنية في الجيم وكان اجتمع كولر بدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق للإتمئنان على حالة اللعبين وتحديد برنامج التدريبات خلال الفترة المقبلة كرام محترم